ويستثنى العاملون من فئات القطاعات الحيوية والتي تشمل قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الشرطة والقطاع العسكري وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع الأدوية وقطاع المياه والأغذية وقطاع الطيران المدني وقطاع المطارات وقطاع الجوازات والقطاع المالي المصرفي وقطاع الإعلام الحكومي وقطاع الخدمات والذي يشمل محطات الوقود والبشاريع الإنشائية وسيتم ذلك من خلال التحقيق من بطاقات العمل أو الهوية علما بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة لتنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات العليا في الدولة ومنها الغرامة والسجن للمخالفين وفقا للتشريعات العقابية الصادرة